بجعنا لحضراتكم مرة تانية ودلوقتي بنرحب بضفنا اللي بنورنا في الستوديو الكاتب والروائي الأستاذ عزة القمحاوي واللي هنتكلم معاه عن كتابه القايك في المباهج والأحزان والحقيقة صدرت منه طبع حديثة على الرغم من ان الكتاب صدر في 2002 ولكن هو قرر انه هو يعيد مرة تانية صدوره وانه هو يعمل نسخة جديدة الحقيقة ان الكتاب موضوعه وافكاره مطروحة بطريقة مختلفة طريقة كتابات وصفها بعض النقاط والكتاب بانها غير مسبوقة في اللغة العربية وانه من الصعب تصنيفه تحت نوع أدبي معين والكتاب عبارة عن فصول حول حواس الانسان او عن حواس الانسان وازاي الحواس دي ممكن تتدخل في مداخل المعرفة اذا كانت بتسعد او اذا كانت بتدايق او اذا كانت ممكن تصيبك بأي شعور انت بتحس به نتعرف اكتر عن الكتاب نتعرف اكتر عن الحواس وهنعرف اكتر يعني ايه الايك ومن الاستاذ عزة القمحاوي مساء الخير يا فان اهلا مساء الخير اهلا بحضرتك الايك اقف عند الايك الاول يعني ايه الاسم الايكة او الايك هي مجموعة الشجر المتداخل اه وده ممكن يبقى العنوان صعب شوية قديم شوية لكن هو بيوصف بالزبط طريقة تداخل اولا الموضوعات من حيث هي موضوعات زواهر عمرة زواهر رأس شرقي اه طعام كل تقريبا الموجودات اللي بيتعامل معها الانسان من خلال حواسه فده ده ده تشابك الموضوعات ده معنى الايك اه فيه تشابك تاني كمان تشابك طريقتي في الكتابة اوكي يعني فيه تأمل فيه مثلا رصد للظاهرة في كتابات او في رسوم او فيه تماثيل او فيه احداث يعني مختلفة ماشي الى جانب الحكاية يعني انا لا اتخلى في الايك عن شخصيتي ككاتب رواقي فهناك الحكاية المكتملة في كل فصل عن يعني متعلقة بهذا الفصل التشابك ده الحقيقة هو موجود في حياتنا بشكل كبير جدا ويمكن ده من ضمن الاسباب اكيد لنجحت الرواية لانه الحقيقة انه احنا فعلا احيانا بتتلخبط الدنيا عندنا ما بين اللي بيفرحنا وما بين اللي بيزعلنا وما بين اللي بيخلينا متشوقين اكتر لبكرة وما بين اللي بيخلينا بنحن للي فات يعني التشابك ده واللخبطة دي موجودة في حياتنا بس حضرتك شرحتها ازاي ولو اتكلمنا عن الفصول يعني ابتدتها ازاي وقفلتها ازاي اشوفي هي الكتابة الكتابة حرة يعني ده هو الايك كان بداية خط في كتابتي يعني انا بكتب الرواية بكتب القصة وبكتب النص المفتوح ده الايك تقريبا كان بداية ظهوره يعني فعلا يعني اول حالة في الكتابة العربية الحديثة تتعامل مع الظواهر فلسفيا ونفسيا وهذا الانسياب في الكتابة الانسياب الحر في الكتابة لو حبيت اقرب للايك من نمازج عربية قديمة فيها الامتاع والمؤانسة لابحيان التوحيدي فيها الاغاني للأصفهاني اللي هو كان بيحكي حكاية وحكاية بيت الشعر وحكاية عن الجارية والمغنية والانسياب وكل هذا التداخل موجود في تراثنا العربي انقطع الى حد كبير جدا انا عندما كتبت يعني كنت مستند تقريبا على لانه هي كل كتابة هي بنت كتابة يعني في النهاية يعني ما يميز الانسان هو الكتب عن غيره من المخلوقات تتراكم المعرفة من خلال الكتب فأنا كان في استناد لكتب هي دي رائحة المعرفة اللي حررتك بتكلم عنها اللي حررتك ذكرتها في الكتاب رائحة المعرفة هي رواقح رواقح الحب رواقح الحب يعني من النبات للحيوان للانسان اثر الرائحة في حياته يعني النبات لا يتزاوج الا عبر الرائحة يجذب الحشرات تنقل في رجليها حبوب اللقاح من نبتة الى اخرى الحشرات بتتفاهم بشكل كبير جدا بالرائحة من خلال الرائحة وعلى فكرة احنا في حياتنا في روايح للأحداث عندنا يعني لما يجي مثلا رمضان يقولك انا شامم ريحة رمضان لما يجي مثلا الشتاء تقولك دي ريحة الشتاء ريحة الشتاء ايوه صح المطر صح المطر وده بيتخزن يعني حواسنا احنا لها ذاكرة بتخزن الروائح الروائح ولذلك بتذكوري شيء معين بيستدعي الروائح المرتبطة بي عجبتني اوي كمان جزئية بنين الالفة وده كنت تتكلم فيه عن العمارة ولا كنت تتكلم عن العمارة ممكن حركة تشرحه لكل المشاهدين بعد اذنك لا شوفيا هو هو بي في جماليات العمارة احنا فيه مصطلحات يقولوا عليها العمارة الصلبة والعمارة اللينة العمارة من مواد دائما متقربة جدا يعني مؤخرا في بناءات الإزاز والألمونيوم وكده إنما عموما حتى في المعمول من الخرصانة عندنا عمارة لينة وعمارة صلبة صلبة المظهر ولينة المظهر يعني الأقواس العمود الاستواني غير العمود المكعب هذه الجماليات بتختلف من يسكن في بيت جميل صديق للحواس من خلال القوس والمشربية والعمود الملفوف والخمات الدافئة كالخشب كل هذه الجماليات في العمارة وابنة الوقت الدعا ووقت السعادة بخلاف مثلا العمارة الحديثة اللي هي إزاز والألمونيوم وبدون بلكونات وده ممكن ياخدني برضو الجزء تاني حاليك ذكرت في الرواية وهي الكمباوند آه بس يعني ده كان شكل وده كان شكل يعني الفرق بين العمارة عشان طالما احنا بنتكلم عن الحواس الفرق بين العمارة اللي بتحترم الحواس وفيه العمارة الليينة وبين العمارة الصلبة عمارة الإزاز ماشي؟ دي بنت فلسفة تانية لأن العمارة العمارة فن عميق وليست مجرد بناء العمارة لها علاقة بالفلسفة لها علاقة باللحظة التاريخية للحضارة فيها يعني عمارة الإزاز دي بنت حاجة تانية خالص بنت الشفافية فده يبقى مبنى تجاري إن أنا عندي تلفزيون أو عندي جريدة أو عندي كل الناس شايفة بعضها مين بيشتغل مين بيشتغلش فكرة الشفافية والكشف لكن ما هيش مكان راحة يعني أيو مفهوم وعشان كده ممكن يبقى مكشوف عادي بالزبط يبقى مكشوف لأنه في فترة الانتاج يلح على ذلك صح وبعدين الرأسمالية عندها إكراهاتها الكتيرة ضد الحواس أيو طيب نتكلم عن الكمباونت وحررتك ذكرتها إزاي في الرواية برضو أشرت إليها إزاي من خلال رواية تحدث ده من الفصول الحديثة من الفصول الجديدة في الطبعة الجديدة في الآيك فيه تخطيط مدينة نصر والكمباونت تخطيط مدينة نصر رغم أنه هو بني في عصر الجماهير عصر الجماهير عبد النصر ولكن هي عمارة عزلة يعني مدينة نصر فيها الشوارع الوسعة ولكن ليس فيها الميدان الميدان بالمعناة القديم اللي شبه المسرح الروماني اللي هو مكان للإحتفال ومكان للعزاء المشترك لأن هذه الفضاءات هي ما يصنع حياة المجتمع تلتقي العيون بالعيون عبر الشرفات وعبر الميادين وعبر المساحات العامة في المدينة مدينة نصر أسست لفكرة السكن العائلي كل واحد بيقفل بابه على بيته اللي بيبني يعني هي بدايتها طبعا بعد ما الدولة أغمضت عينها عن الارتفاعات إنما في البداية هي كانت يعني فكرة زي أفكار التجمعات القديمة ولكن بدون أصوار الكمباوند جاء حط الصور فأنا نسمي ده كله عمارة الريبة اللي في الداخل خايف من اللي في الخارج طبعا الحقيقة إحنا يعني قررنا إن إحنا ننزل كمان الشارع ونعرف من الناس إيه رأيهم ففكرة إنه قد إيه الحواس الحواس بتاعتهم ممكن تأثر على حياتهم وحبينا نفهم منهم هما بيفكروا في الموضوع ده إزاي نشوفوا مع حضرتك ومع كل سيدة المشاهدين حلوة جدا يلا ونرجع على طول اتفضل نستمتع بالمكان طبعا ممكن ناخد سورة نوستك بيها اليوم لكن استمتع بصحابي ده أحسن بالنسبة وممكن نكون مرتبين إن إحنا مثلا نزلين نهاردة نتغضى مع بعض نزلين نهاردة مثلا هنتفسح في الحتة الفلانية هنروح مكان فلاني في الآخر بقى وإحنا في الحدث نفس أو إحنا في المكان نفسه ممكن ناخد سورة مع بعض تسكرية اللي هو كل من وقت للتاني نبعاتها البعض مثلا مفكريني اليوم ده حصل إيه؟ أحسن أنا عايز أعود معهم هم أهم مش مهم المكان قوي بالنسبة لي لأن أنا مش حد من الناس اللي هم بيهتموا قوي بالتصوير والكلام ده يعني ممكن تقول خروجات صور صورتين ده تمام بالنسبة لي مهم ما يكون أعدا في مكان أنا مرتاحة فيه وأشوف صحابيين على أيامنا ما غنش فيه لسه فيسبوك وغنش فيه صور والحجات دي كلها وإحنا بنصبت مع بعض إحنا وأصدقانا أو العيلة اللي هو أماكن اللي إحنا راحين أو إحنا ممكن نتصور بس لما أحلى يعني لا أخد سورة وممكن آخر حاجة مفكر فيها أن إحنا نأخد سورة مثلا على ما الأكل يأتي بنتصور رجعنا لحضراتكم مرة تانية والحقيقة أنه الأراء مختلفة جدا في التقرير اللي شفناها ناس كثيرا تأثرت بالأكل وبالطبخ وبالعصور المختلفة وكل وقت وليه أكلات الجديدة وناس كثيرا تأثرت بالمعمار إيه حضرتك إيه؟ آه هو الأكل طبعا أول حاجة بتخطر على بال الناس آه إحنا شعب أكين ونحب الأكل جدا يعني لا لأنه هو بيجمع بين كونه ضرورة وكونه فكرة إرضاء للحواس زي البيت كذلك لكن الأكل هو أقرب للناس هو الحقيقة من الحاجات في الفصل أنه لازم نسق في ذاكرة لسنة يعني إيه؟ لازم يعني ما نقولش هو الحاجة الرهيبة اللي عملتها العولامة في البشر أنه بعد ما كان التمايز من خلال الفرادة أنك تكلي حاجة خاصة بك جدا أو تلبسي حاجة معمولة يدوي أو كذا خلى الحواس الالتحاق بالجماهير العريضة يعني أنت تأكل هذا السندويتش الذي يأكله الشباب في أمريكا وفي الهند وفي مصر فسانية أنا احترام الحواس وده حاجة عايزة أشدد عليها لا يتعلق بالسعر يعني مثلا نوع زي الأسماك النسق في حواسنا وإحنا بنستهلك الأسماك مش بالسعر أنت هتلاحظي محلات السمك مثلا ما بتعرضش سمك مزاقه جيد جدا وليه طرق كتيرة جدا بيتعمل بها زي السردين ما بيعرضوش البلطي ما بيعرضوش الأسماك الرخيصة لأنه عايز فطورته تبقى كويسة لكن أنا لما أكون واسك في أن أنا فرد وعندي اختياراتي بقدر أختار اللي يناسب حواسي ويناسب زوئي أنا حتى الاتساع المطبخ ومعظم المطبخ الشامي اللي راجع لنا أو المغربي أو كذا هو كان مطبخ عربي مشترك انحصر في مصر شوية يعني فكرة الحلو والحادق دي مصدره مغولي وكان موجود في مصر فترة المماليك كتير يعني الموالأ الحمضيات زي الأراسيا والمشمش وكده كان موجود جدا في الأكل أيام المماليك فعموما الأيك هو دفاع عن فردية الإنسان في مواجهة محاولة الرأسمالية مسخه أو تنميته لو حبينا نلخصه يعني في كلمتيه أنا الحقيقة سعيدة جدا كمان بربط كل حاجة بالحواس بتاعتنا يعني فعلا الحواس هي الأساس في حاسسنا وفي مشاعرنا وفي تكوين انطباعاتنا خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضرتك على طول بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم مرة تانية وابلا منطلع على الفاصل على طول كنا نتكلمنا أستاذ عزت فيما يتعلق بارتباط الحواس بحاسسنا وبمشاعرنا وبانطباعاتنا الأولى قولي شرحت الرابطة دي ازاي في الكتاب؟ ما هو الكتاب مكرس للحواس اساسا ليه؟ اعتقادا مني بانه الحواس هي أسلم وسيلة للمعرفة ولتوصيل المعلومة ده غير انها هي جوهرنا يعني الوليد بيولد بيلتقي بالعالم من خلال حواس ومش من خلال معلومات هو لسه نازل مقراش كتاب ما وصلتوش معلومة تاريخية فهو أول صدام مع العالم هو من خلال الحواس وتستمر الحواس أصدق مداخل المعرفة يعني لما نلمس النار خلاص مش ممكن ننسى فهي دي المسألة هو الكتاب حفلة للحواس ده حقيقي وهي فعلا نقطة مهمة جدا 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 سنان الروح شيء في علم الله مجهول إنما إحنا نعرف الجسد ونعرف حواسه ونعرف احتياجاته أكتر مما نعرف احتياجات الروح أو بنستدل على احتياجات الروح من خلال احتياجات الجسد ليه عملت طبعة تانية على الرغم أنك ممكن تعمل جزء تيني؟ آه شوفي يعني هو مبدئيا موضوع الطبعات أنا في تعريف للكتاب أنا مؤمن بيه جدا إنه هو الكتابة التي تستحق القراءة أكثر من مرة يعني الفرق بين نجيب محفوظه وغيره أو بين كبار الكلاسيكيين إنهم عايشين من مئات السنين بيطبعوا فالطبيعي إنه الكتاب الجاية تتكرر طبعاته لكن المرة دي ما عملتش جزء تاني لأن الزيادات دخلة في عصب الظواهر نفسها آه يعني كان فيه فصل عن الصورة العادية خزين الذكريات بقى فيه فصلين عن السيلفي زيادة ده استحدث؟ حضرتك بتصنف نفسك أستاذ عزت على إنك كاتب كلاسيكي؟ لا لا؟ مش بتصنف نفسك على إنك كاتب كلاسيكي؟ ولا ده رأي النقاد أو رأي الكتاب في حضرتك؟ أتمنى بعد حياتي أبقى كاتب كلاسيكي لا هو بيتقال على حضرتك إنك كاتب كلاسيكي وربنا يدي لحضرتك الصحة إن شاء الله وأتمنى أن أنا نشوف حضرتك تاني بشكرك على وجودك معنا ومبروك على نجاح الأيك للطبع التاني تسلامي الله أخليك شكرا جزيلا بشكر طبعا ديفي اللي نورنا النهاردة في الستوديو كان معنا الكاتب والرواية الأستاذ عزة القمحاوي بشكركم على حسن المتابعة أتمنى أن أكون نجحت في أني أقدر أوصل لكم كل الأجزاء المهمة اللي موجودة في الكتاب كان معاكم رانيا السيد شكرا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة